حياكم الله أصدقاء وإياكم أنسا تنسى الصلاة على النبي أهم أخبار المنتخب العراقي لهذا اليوم خليني نلايك واشتراك وفعل الجرس تابع وياي بحسب المصادر كأساس يستدعي أليكسندر أراها لصفوف منتخبنا الوطني العراقي الشهر المقبل لمواجهة فلسطين وكوريا الجنوبية ضمن منافسات الجودة الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم وإيضا بحسب المصادر كأساس يستدعي آكام هاشم للمنتخب الوطني العراقي كأساس طلبة من مهدي كريم إكمال فيزا الدخول آكام هاشم إلى كوريا الجنوبية حسين علي ودانيلو السعيد انضموا يوم أمس للتدريبات لمواجهة نادي الكامار المشارك في الدور الأوروبي الكامار نادي هرنيفين الهولندي كل التوفيق اللاعبين العراقين أمير الإعمار ومير خازدوسكي ثناء استحق التواجد مع المنتخب الوطني العراقي بشكل أساس يقدموا أداء ممتاز حيلي الحمادي عبرين الإنستجرام يقول 10 ضد 12 وما زالوا غير قادرين على اختراقنا يصب عندنا طرد لاعب يعني 10 لوعيب وهم 12 لاعب ويا الحكم نتمنى من العلي الحمادي يطور المستوى بشكل زايد يحتاج زايد السرعة متى والتسديد على الهدف أيما نشغل حصل الانتقادات لكن بالأخير أيما نقدم أداء ممتاز نتمنى من العلي الحمادي يصير مثل أيما فريستيانو رونالدو في بغداد يوم الاثنين المقبل لقيالة النصر السعود يمام الشرطة في دورة أبطال آسيا النقبة التذاكر سوف تطرح في الأسواق تم طرحها اليوم في ملعب الشعب الدولي وملعب المدينة الدولي ومسبح الفردوس وبحسب مصادر التذاكر تبدأ من 10 إلى 15 إلى 25 المباراة يوم الاثنين 16 تسعة الساعة السابع مساء بتوقيت بغداد فاه أبو رغيف المدير التنفيذي لقنوات الرابع الرياضية يقول أعددنا خطة إعلامية وتغطية غير مسبوقة لمباريات فريقية الشرطة والقوات الجوية بالبطولة الاسيوية حيث سنخص الساعات من البث لحدث وصول كريستيانو رونالدو إلى العراق ستكون هناك قناة خاصة فقط لرسل تحركات رونالدو أثناء المباراة ببث مباشر حقوق البطولات الاسيوية للأندية لازالت عند الرابع ولن تبث أي قناة أو منصة أخرى مباريات الشرطة والقوة الجوية بالعراق بسبب شرط الاتحاد الاسيوية مشرف نادي الشرطة وهاب الطائع يقول أكملنا تأشير الدخول كريستيانو رونالدو إلى العراق وجود رونالدو مع النصر وراء نقل المباراة من كربلا إلى بغداد ملعب الشعب غير مرخص آسيويا ملعب الزوراء غير مرخص آسيويا بقرار من إدارة نادي الشرطة ممنوع دخول أي مشجع عراقي إلى ملعب مدينة الذي يستضيب مباراة الشرطة والنصر مرتديا ريال مدريد أو النصر السعودي أو مانشستر يوناتد أو درئيس كريستيانو يريدون يوحدون الزيب الأخضر يعني سمعت قاله ذا ماتل بس أخضر ما طب آخر ظهور لملعب مدينة الدولي قبل استضافة مباراة الشرطة والنصر السعودي حسين عبدالواحي يقول أخشى من مجاملة الحكام الآسيوين للنصر السعودي في بغداد وسأل إعلام كويتية بطلب مدرب المنتخب العراقي السابق بيتروفيشناد القادسية يسعى للتعاقد مع محمد قاسي لو يبقى بالعراق هو يحسن لأن الدور العراقي أفضل من الدور الكويتية خاصة أن يساعدنا دور النجوم للعراق روف الخلف معلقاً على قمة الشرطة والنصر في دور أبطال آسيا للنخبة عبر قناة الرابع الرياضية العراقية أثر سقوطه من طابق بيته الثاني صابت لاعب الاتحاد السابق والمنتخب السعودي فهد المولد في منزله في دبي حيذر زكي برنامج الضربة يقول منتخب الناشئين ما بيطاش مثل أي من يحسين بالمستشفى والتصوير وياه المدرب العراقي بوديشو يقول التسقيط له الدور بالتراجع مستوى المدرب المحلي ونتائج راضي الشنيشلتية والمبياد باريس طبيعية هل تتفقون مع كلامه؟